هل ينتقل إلى نقطة أخرى بتنضم دينا عبر الأقمار الصناعية لأستاذ إيناس زايد الحقوقية والمستشارة القانونية أستاذ إيناس هل يفتح الباب أمام حرية العمل الأهلي والمنظمات الأجنبية أم يغلقه القانون الجديد للجمعيات الذي أقاره البرلمان المصري مساء الخير لك ولجميع مشاهدين ولضيفك الكريم أيضا يعني في البداية القانون في صيغة القديمة قبل الحديث عن صيغة الجديدة كان قاسا جدا بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان وبالنسبة للجمعيات وعمل مؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة القانون الجديد لم يختلف كثيرا عن القانون القديم ولكن حاول بصورة أو بأخرى أن يستبدل بعض المصطلحات المشددة في بدائلها أو مرادفات لائلها أو حتى إجراءات معينة تم استبدالها في إجراءات مماثلة وتعطي نفس النتيجة ولكن بصيغة تلطيفية وهذا الأمر كما صرح رئيس البرلمان كان من أجل هدف واحد وهو موضوع اقتراب الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في مصر ولكن رئيس البرلمان لا يعلم بأن الاستعراض الدوري الشامل هو يبحث حالة حقوقية وليس مجرد قوانين أو تعديل في بعض المواد وإضافة بعض العبارات التجميلية إلى هذا القانون يعني ما زال هناك تضييق في عمل الجمعيات ما زال هناك تضييق في عمل المدافعين عن حقوق الإنسان لا يوجد أي مبرر للتضييق الموجود سواء في القانون القديم أو في مشروع القانون الجديد من حيث على سبيل المثال منع هذه المؤسسات من تلقي الأموال أو بالأحرى الدعم الخارجي لتنفيذ أنشطتها التي تسعى وترمي إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر